وحده حطام المباني يشهد على وجود فلسطيني سابق في هذه الأراضي فتوسع الاستيطاني الإسرائيلي أحال أكثر من تسعين مبنى في الضفة الغربية إلى ركام فتحولت منازل الفلسطينيين إلى مراع للحيوانات ومقالب للنفايات هذا الدمج ابتدرته القوات الإسرائيلية ضمن خطة استيطانية هي الأكبر حتى الآن وفقاً لمنظمات دولية فجرفات الاحتلال الإسرائيلي شردت أكثر من مئة شخص من منازلهم في الضفة الغربية حسب تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش الوضع شيء جداً على جميع من قال أنا بده اليهود بدهم أرض ما بدهم يعباد بدهم تهجير قصري والتهجير القصري هذا لا يستحل فيه أبداً نهائياً ولا طالعياً بدنا نظل تأمين تتذرع إسرائيل في هدم المباني لأنها من دون ترخيص أو أن الهدم لتحسين الظروف المعيشية لأهل الضفة لكن البدو مسرون على البقاء رغم التهديدات المستمرة التي تستهدف وجودهم على حساب المستوطنات ويؤكدون رغبتهم في العودة إلى أراضيهم الأصلية التي طردوا منها عام 48 تقرير للأمم المتحدة أماطل لثامة عن أعمال عنف من قبل مستوطنين يهود تزايدت وطيرتها في حق البدو بالضفة الغربية بحيث تقول أرقام المنظمة إنهم منذ عام 2011 أضحى نحو خمسة آلاف بدوي من دون مأوى بعد أن حطمت إسرائيل منازلهم حسب تقرير منظمة Human Rights Watch ليبقى الفلسطينيون المتأثرون غير قادرين على تشييد منازل بشكل قانوني وهم فوق ذلك يعيشون في ظل خوف مستمر من هدم منازلهم وقطع أسباب أرزاقهم ليتوسع الاستيطان الإسرائيلي أكثر ترجمة نانسي قنقر